السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله مصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أهلا متابعين الكرام متابعين قناة التوقن فود إن شاء الله تكونوا بصحة وخير وسعادة وراحة بال هنعمل النهاردة وصف حلوة جدا وصحية ومشبعة جدا وصعوراتها قليلة ومفيدة وكلها حديد وإن شاء الله تجربوها وتقولوا رعيكم في التعليقات لو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير ولو أول مرة تابعوني تشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد هنجيب معانا بتنجان هنقشره كده من جنبه وجنب لقا ونقطعه مكعبات بالطريقة دي وهنحط معانا معلقة زيت في طاصة وهنجيب معانا بصلة متوسطة متقطعه مكعبات صغيرة هنشوحها على النار هنحط معاها فلفل رومي متقطع مكعبات صغيرة أو فلفل حامي حسب الرغبة لو بتحبوا الحامي ونقلب مع بعض هنجيب معانا ثلاث فصوص طوم مدقوقين ونشوح كل ده مع بعض على النار لحد ما يبدأ يدبل هنحط معانا أربع واحدات تماطم متقطعين قطع صغيرة ونقلب وهنحط لهم ملح وهنسبهم يتشوحوا شوية وهنحط كمان فلفل اسود وكمون وكزبرة نشفة هنقلبهم ونوط عليهم ونغطيهم ونسيبهم ويتسبكوا على نار هادية اللي حبي بيحط هريسة يحط بتبقى حلوة جدا في الوصفة دي لو بتحبوا الحامي بعد كده بعد ما تسبكوا هننزل عليهم بالبتنجان اللي احنا قطعناه مكعبات بالشكل ده وهنغطيهم وهنغطيه ونسيبه خمس زقايق عشان ينزل ميته على نار هادية بعد الخمس زقايق هيكون جاي بمية شوية في التاسة نبدأ نقلبه ونسيبه يستوي في قلب الصلصة والطماطم لو احنا عايزين لو هو عايزين نزوده ربع كبات مية نزوده بس هو محتاجشه مية واستوى بالشكل ده قلبناه بالشكل ده نجرب نختبر كده اللي احنا تقطعت يبقى ستوت وجبة سريعة وسهلة جدا وطعمها حل ومغزيل وكلها حديد ان شاء الله تجربوها ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير ولأول مرة تتابعوني تشيركم في القناة وتفعلوا الجرز عشان يوصلكم كل جديد وشكرا لمتابعتكم وشكرا كل تعليقاتكم الجميلة